دي خطوات إيه قبليهم عشان يبقى عندي طفولة فعلا متميزة لأولادي مين تقولي الأمر دا وهدعيلها هدعيلها وتاخد ألم هداية يلا قبل ما أعرف خصائص مرحلة وقبل ما أعرف يعني إيه أتعامل مع أولادي إيه أكتر حاجة هي دي البداية أسمع لطفلي قبل ما ييجي الطفل أنا كأم أستقف ولو زوجي يختار صح لا يفتعل يختار صح أما تختار زوجة صح وانتي تختاري راجل فاهم صح الاثنين يعينوا بعض مش مش تعيالك دولادك وبعدين لما ينجحوا بقى تعال أدعيالي ابني يعني ساعة الإنجاز وانتي اللي مسؤول مين قالي الكلام دا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيععد على حجر جده في صحن الكعبة وتعلم الحكمة وتعلم الأمر اللي يشابه الرجال آه أنا معاك إن أول على الأقل 11 سنة دول بتوع الأم لكن بعد كده الإبن عايز يشوف إيه يحاكي سلوك الرجال أبويا بيعمل إيه أبويا بيعمل إيه أما ينزل صلاة الجمعة معاه والله ينزل اتصرف روح ادفع اعمل اتكلف لا حبيبي ما بناخدش كذا لا هذا لا نسأل عليه يتعلم ارشنة بالراجل اللي في البيت بيتصرف إزاي عشان هو كمان يحاكي السلوك طب هتقولك أرمالة ولا مطلقة ولا زوج مساف يعينك ربنا سبحانه وتعالى واختري أي بدل الجد العم الخال أي فرع وارث ذكوري في العيلة هتتسجل تاني وهتنزل كلامة إليش هنقصد إيه يبقى أنت على الأقل للاختيار يبقى صح ممكن نكون احنا الاثنين صفر معلومات ومش مشكلة بس عندي الدافعية ان انا اعمل كده انا عندي الدافعية ان انا افهم وادرس واعرف ربعي ولو اخطأت ايه المشكلة معلش انا اسفى يا أولادي امكو اخطأت لما انا يتعلموا ويشوفوني انا بقول اسفى وبقول كده هيتعلموا يقولوا احنا كمان اسفين تقولك لما بيردوشوا عيال متكبرة لا لا ولما يشوفوا بتقولي انا اسفى هيتعود يقولوا استغفروا الله انا اسفى للبنات واستغفروا الله يا رب لو عملت حاجة يتعلموا الاستغفار والتوبة لكن احنا عايشين في مادية بحتة انتو شوفتوا الالات شوفت الروبوتات الانسان الالي ماشي ازاي احنا ماشيين كده النظام العالمي والوعي الجمع العالمي يروح يروحوا مدرسة معرفش يعملوا ايه وبعدين يطلعوا ايه فين المهارات فين المهارات حط ابنك في اي مجتمع ولا اي محفل اجتماعي سفر مهارات اجتماعية تيجي البنت عشان تتكلم وبتاعت وتلاقيها تسبيها ان شاء الله تقعد ربع ساعة ما تسبيها هيتتتكلم لا اسمها كذا ما تتكسفيش حبيبتي قولي كذا وانت تردي عنها خطأ ترديش عنها سيب قول انا عارف قول كذا فين جلسة العيلة اللي معمولة ما فيش فاحنا ماشيين ما شاء الله انسان قالي ماشي ورا النظام العالمي اللي ماشي في تربيت الاولاد وماشي يلا بينا وهكذا فابعا ما الصح ما الصح خالص لكن ما ايه ما غابة من حق انا مبسوطة لانا اول مرة يعني محاضرة ويكون العدد مش كيف الحمد لله انا مبسوطة بالعدد ده بس تكونوا عين مبسوطة ان تطلعوا ولو هكتفيوا ان شاء الله خمسة ستة منكم ويطلعوا والحمد لله رب العالمين يكونوا بنفس الكفاءة ونفس الكيفية حلو بس نطلع نقول يا رب انفعنا بما سمعنا يا رب وننفذ واللي بدأ متأخر احسن من اللي ما بدأش واللي جيء احسن من اللي غايد صحي ولا لا بس نمش